طب خلينا نبدأ كلامنا ونقول أن أكيد تعدل الأهلي أمام قولون العرب يعني محتاج كلام كتير لأ محتاج كلام كتير لأن لسه عندنا يعني زي ما تتقال كده أو مازال مسلسل إهدار الفرص مستمر والله أعلم إلى إمتى يعني هو مستمر مش عارفين نهايته إمتى عندك إصابات وعندك دلوقتي بقت مستشفى الأهلي موجودة في كل المباراة بصراحة حاجة بقت صعبة جدا لأ ملفات مهمة إحنا نفتحها بمنتهى الصدق ومنتهى الشفافية بصراحة خلينا نرحب بكابتر محمد حشيش نجم النادي الأهلي السابق وحتبقى فقرة يعني معلش بقى الصراحة فيها بالنسبة 10% حقنا نزعل وحقنا نحبط وعايزين نفهم يعني مع كل ده عايزين بس نفهم كابتر حشيش هو في إيه يعني معلش هل هي القصة كلها تندرك تحت بند أو كده جملة إجهاد ولا الموضوع أكبر من قصة إجهاد معلش نفهم من حضرتك بخبرتك هو طبعا مش المسألة مش مسألة إجهاد بس إجهاد ده ما احنا عارفينه من فترة كبيرة طيب عملنا إيه عشان موضوع الإجهاد إحنا عارفين إحنا مجهدين وعارفين إن الجدول مش هيتغير هو كل ثلاثة أيام من الرزق ماتش اللعيبة هي هي اللعيبة موجودة كان لازم من زمان والكلام ده أنا قلته من حوالي شهر بعد ماتش سموحة يا جماعة لازم ندفع بالناشئين لازم بقى فيه دم جديد لازم بقى فيه ناس عايزة تلعب عايزة تثبت نفسها اللعيب الناشئ اللي معندوش خبرة ولد صغير لسه أنا بالنسبة لي قافية من اللعيب كبير مش قادر يقف هو مين اللي كان متقلق زياد طرق وكريم فؤاد مين اللي كان متقلق المباراة دي واللي قبلها مثلا ولو حاولت تشرك من 3-4-5 مباريات أو 6 مباريات برضو ناشئين كان زمانهم بالوقتي كويسين كريم مثلا البكريت مش كما كانش بيلعب وبرضه أول منازل أول مستوى بعيد ومش مستوى بعيد انبالح في ظل الظروف دي من أحسن ناس اللي كانت بتجري وبتتحرك وبتمشي فاحنا ملأ احنا مصممين على النجوم ونقول إجهاد والاستشفى طلعت فأنا مرة قلت يا جماعة فيش حاجة اسمها استشفى الاستشفى ده لما يبقى أنا عندي جدول منتظم واجف أزواء أو أزوائين يا كريمة روح ضاغط مكشاط أبقى في حملة فأعمل استشفى إنما لما كنا أنا خلصان أساسا في لعبة خلصانة عندي مش هنفع معها الاستشفى ده بالعكس أنا هقاوح ولعبها هتوصل لحد الإصابة عالي معلول مثلا أو مثال لقد دراعه عالي ده ممكن لو استمر كده يعمل زي السلية السلية كانت تعبان وبيلعب تعبان وبيلعب ومعتمد إن أنا هعمله شوية مساج وعمل استشفى استشفى إيه في النهر النهار ده بلعب بريح بكرة وبعد ولعب اللي بعده وده مش ظروف أسبوع أو الأسبوعين ده وراء بعض وراء بعض وراء بعض ولسه الدنيا ماشى يشوف عندنا كمان كم مباراة فأنت القرار اللي كنت الآن تاخد والعب الصغيرين ولسه وقص الدوري وبتاع دلوقتي غصبا عنك هتلعب لأن انت اللعبة بقى مش مجهدة بس اللعبة مصابة كل شوية مصابة يعني عندك السلية المطش اللي فات مبارح اتنين بقى مرت ايه ان اتنين زي صلاح محسن واحمد عبدالقادر يحصل لهم إصابة بعد عشر دقيق يبقى في حاجة غلط وبعدين في فرق يا جماعة ما بين لعيب كبير ما يبقى مجهد ولعيب صغير المفروض ان نسبة المقاومة بالنسبة للعيب الصغير اكبر بكتير يعني انا لما اتضغط اربع ماتشات وانا كبير غير ما بقى مثلا عندي اتنين وعشرين تت عشرين سنة وانتضغط ماتشات بس برضو في المقابلة كابتل حشيش وحتى انت سيد العارفين اللعيب الكبير حتى وهو مجهد بيبقى عطاءه اكبر بكتير من اللي انا شفناه يعني بعيدا عن الإصابات انا بكلم على بس على بند الإجهاد يعني اللعيب الكبير المخضرم صاحب الخبرات المتراكمة حتى وهو مجهد هيقدي حنقول خمسين في المية من طقته الخمسين في المية من لعيب كبير مهاري لعيب محترف المفروض يورونا حاجة غير اللي احنا شفناه في قلب بقى وفي حماس وفي روح اللي احنا طول عمرنا بنقول عليها روح الفنين الحمرة انا مش عايز اقصوا على اللعيب قوي بس لازم لانهما فعلا في بعض التقصير يعني احنا في سوابت في النادي الاهلي ومبادئ معينة انا خايف ان المجموعة اللعيبة دي تضيع الكلام ده يعني حتة الاهلي من حضر فين الكلام ده فين الاهلي بلاس تسعين يا جماعة فين الكلام ده الكلام ده ابتدى يبقاش موجود خلال الفترة اللي فاتت وده ده شيء يعني ما اختلفناش عليه بقى لنشوف كم سنة لكن مؤخرا ابتدى يبقى مش موجود النادي بلاس بالزق يبقى في حاجة غلط فيه طبعا كان بيبقى فيه فترات كبيرة جدا جدا والناس كلها عارفة ان المدرب بيمشي في نصط الموسم وبيمسك حد من ابناء النادي الاهلي وبيكمل ومع ذلك بتبقى ما بتحسش بالتغيير ليه لان الحماس وروح الفانيلا والارتباط وكده لازم نشوف اللعيبة دي مش جوه الملعب بس وبرى الملعب لان القصة دلوقتي ما بقى مجهد وتعبان مش مستحمل لانا مسلا ناخد مراتي ونزل نعمل شوبينج مسلا لا ده أنا غصبا عني لازم اعطف وكان فيها طوبة حلوة كابتن سيد حطاها يعني خلاص يعني وليه حق الصراحة احنا في ايه ولا في ايه ده الناس يعني نهواند المفروض من غير ما كابتن سيد ياخد القروات دي انا كلعيب لازم احس بالمسؤولية اللي انت بتشوفوه كل ماتش الاهلي بيتعادل ولا بيخسر والتاني ماتش تقولي لا الجمهور بقى مش هيجي فرقها تلات يام بس الجمهور ييجي وحماس وقوة وبيموت بسأولي حضرتك بصراحة اللي تقالي يعني يقولك بعض الناس شايفة ان يفكوا عن نفسه ومعرفش بقى برضو ده في علم كورتكار وحيك قادرة انا ما عرفش الكلام ده وانا لازم افك نفسي وانا طاير في الشوارع واروح واخرج وبتاع افك عن نفسي في البيت بل بالعكس انا اسمع مزيكة اركز ابقى موجود في البيت اريح نفسي لان كل حركة يعني ما تقنعنيش ان انا وانا قاعد في البيت بالليل زي ما انزل الاركب عربية واروح وسلم على ده واروح على ده وانزل ده طبعا مختلفة غير كده كمان التركيز بتاعنا هعمل ايه انا مفروض يبقى اهمي انا هعمل ايه البطولة اللي الناس بتموت عشانها الناس بتموت عشانها انما انما لا فيه تقصير طبعا موجود وده اللي مزعل الجمهور على فكرة يعني هو ده اللي مزعل الجمهور ان الناس حاسة ان اللعيبة ما بتديش كل اللي عندها يعني هقولك على حاجة ابسط حاجة لو هنتكلم مثلا على الماتش امبارح انتي محستيش بالموت وبالحماس قوي الاخر ربع ساعة لما حاسوا ان المغرى راحت طب فين من اول ديها الكلام ده فين الاستئتال والاستموات وفين الكلام ده اصلا التفصيل دي قررت في كذا ماتش قبل كده في كذا ماتش مش ماتش واحد اذا انتخلى عندي ما تحسش ان فيه حد كمان في الملعب قبل كده كان فيه لعيبة ما بتحس كبات الفرة تحس بحاجة بيلموا اللعيبة ما تحسش برضه ان اللعيبة الكبيرة برضه يعني بتلم في الناس وفي الملعب ويالله ما بتحسش بالموضوع دوت وبعدين يجوا تكلموا على مدرب لسه جاي بقالوا النهاردة تقريبا شهر لسه محافظة اسماء الناس لسه الرجل اللي طلع في المؤتمر وتكلم كلمة كويسة بصراحة قال انا عندي حاجات عايزة اديها للفرقة بس ما عنديش وقت لما لعب النهاردة تاني يوم هلأ قدرد نفس حاجة لا بيبقى في عور في الكرة تمرين خفيف وبعدين تمرين تاني بعده اجهز الناس عشان الماتش لا هو يبقى جنان رسمي يعني وعدم اتزان لو انا دلوقتي هحكم على سوارش يا جماعة بالمنطق كل حاجة بتتم ده كده احنا ما بنفهمش كل قدم انا لا يمكن دلوقتي احكم ابدا على سوارش فالقصة لسه احنا تبعات مغادرة موسيماني ونتائج قرارات موسيماني واللي بعض بيقول قد غلط واللي بعض يقول لك قد صح وان بعض اللعيبة كانت كويسة مشيت او عقدها يعني خلاص ما اصبحتش يعني هتكامل مع نادي الاهلي عند عقدها انتهى او غيره وما تجدد لهاش بقرارات من موسيماني او البعض يقول لك هيك قد قرارات سليمة مش موضوعنا سليمة او مش سليمة على قد ما اللي بيحصل دلوقتي ده تبعات الفترة اللي فاتت مش سوارش ابدا لا 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 خلص عايش عشان الصورة لا لا مظبوط كلامك ولازم نعترف ان موسيماني زيه زيه زي اي مدرب له وعليه اكيد ما كناش عارفين ان عليه ده الا الوقت دلوقتي بس ابتداء نعرف ان كان عليه حاجات بعض الحاجات منها برضو في ناس مشت من النادي وكان هو السبب انه ما كانش عايزهم استقدام برضو ناس مش على المستوى وربما كانوا جايدين استقدام بعض اللعيبة برضو اللي اتحسبوا علينا محترفين وهم برضو مقدوش مظبوط لان انا لما اجيب لعيب محترف لازم يديني اكتر من اللعيب الموجود يعني تقريبا قص المشترك في 95% من المباريات انما انا مش جاي عشان اتعالج في القاهرة وروح بعيدا بقى عن التفصيلة دي كامت الحشيش انا استخدمت في مقادمة حلقة النهاردة مصطلح اعتقد ان في كتير من الناس ممكن يتفقوا معايا فيه مصطلح صور التصحيح ان النادي الاهلي حاليا محتاج صور التصحيح على كل المستويات وعلى كل الاصعيدة ما عندناش مساحة ان احنا نكمل بقى شوية اللي فضلين دول في النوع التخبطات اللي احنا بنتخبطها بقالنا فترة صحيح ابتدينا مؤخرا نسمع كلام ماشي في سكة قد ما كنا سيبنا كان بتنسامي قمصار على الاقل الراجل عارف قدرات وامكانيات اللعيبة وكان عامل شغله كويس في الفترة اللي رحل عننا من خلالها مقسماني هتبتقي بقى تسمع حاجات كتير ماشية في نفس السكة دي هل الموضوع يستدع فعلا صور التصحيح في النادي الاهلي طيب ولا موصلناش للدرجات دي هقولك الحاجة هو طبعا دايما الخسارة او الفترات اللي هي الاحباط الموجودة بتطلح حاجات كتير الناس بتبقى عايزة عايزة تمسك في اي سبب اي حاجة فاي حد بيتكلم في اي حاجة ده اللعيبة لا اصلي المدر بس طبان عليه مش كويس لا اصلي كان زي ما انت بتقول خلوا سامي قمصاني يكمل لا ده اصلي كذا لا ده الكلام ده كله غلط يا جماعة احنا لازم دلوقتي يبقى فيه نظرة واقعية والنظرة الوقعية دي لازم تبقى من اكبر ناس موجودة في النادي اللي هو مجلس الادارة لازم ناهل الجمهور اه اللعيبة النادي الاهلي والنادي الاهلي عمره بيستسلم وبيكملوا كل حاجة بس لازم نعترف ونقول للناس يا جماعة والجمهور بتاعنا دي مش نهاية العالم مش نهاية العالم ان انا لازم اخذ بطورة الدوري السنادي يعني انت فاهم ازاي انا عارف لازم تعرف ان الكورة بيبقى لها فترات واجيال ممكن جيل او اجيال تقدر تعمل الكلام ده وممكن جيل تاني ما يقدرش يعمل الكلام زروفه ما تسمحش امكانياته ووضعه وقصته ما تنفعش يعني الجيل القديم مثلا لو هنقول مثلا جيل اعماد متعب واللعيبة دي لو احمد حسن و لو في الظروف دي لا ما كنتش كنت انت قاعد كده مرتاح مش خايف انما انت دلوقتي انت مش خايف من الفرقة اللي هتقابلها انت خايف من نفسك خايف من فرقتك خايف من لعبتك اللي ما عندهاش الايمان بروح الفنلة الحمرة اللي احنا تعودنا عليها لا تحس ان لعيبة برضو متخزلة يعني تحس ان لعيبة مش انا متكلمش على مطش مبارح مع السلسلة من الموراد ممكن وارد ان يبقى في مطش بس خلاص عادة انما لما يكون كل مطش يبقى ازا دي ظاهرة موجودة معلش مبارح تحديدا انت بتتكلم تاني مع احترامي الكامل قولون العرب بس انت بتتكلم عن فرقة بالتحارب عشان تفضل في الدوري العام فرقة لو انت لعبت بس معاها فنيا صح كان زبانك احراس تقوله اتنين فرقة هي مديك المساحة الكاملة انت تنجح وتوصل لحمدها كلامك مظبوط جدا 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 يعني معلش مبارح مفيش سفر مبررات خلينا نقولها بها ده الشاب اسوأ مرة اشوف فيها المقاولين العرب هو مبارح هو ما عملش حاجة خالص ده انت المقاصة اللي نفس الظروف المقاولين برضو يعني شبه نازلة للدرجة التانية كانت بتهاجمك وراحت على الجون وفي الاخر وجابت جونين تسلل انما المقاولين العرب مبارح ما عملش اي حاجة خالص طب انت في المقابل عملت ايه؟ انت في المقابل عملت ايه؟ احنا عايزين نعرف من حدك بقى بعد نرجع من الفاصل ده وتسمح لنا هنطلع فاصل سريع عايزين نعرف منك يعني انجاز التعبير تتبلده روشتك رؤيتك انت الشخصية نظرتك انت للامور شايف ايه اللي لازم يحصل في النادي الاهلي الفترة اللي جاية عشان نعدي بقى مرحلة الكبوة اللي احنا بنمر بها حاليا هنطلع فاصل ونرجع لكمل مع خضرتك تفضل اهلا بكم مرة ثانية رجعنا عشان نكمل دردشتنا مع كبت المحمد حشيش اللي بنوارنا في حلقتنا النهاردة واللي بنتكلم معه طبعا عن الكبوة اللي بيمر بيها النادي الاهلي وعن الاوضاع اللي كل العيب ايه كل جماهير حقيقة في كل مكان جوه مصر وبراها كل مستاء جدا وقلت من شوية بمصطلح طور التصحيح احنا محتاجينها الفترة جاية ويمكن هنا كلامنا مع كبت الحشيش بيطلب كده ان هو قلنا له لو في مساحة يكتب لنا روشيتة من وجه نظر هو الشخصية شايف ان كل نقطة فيها هي نقطة مهمة وحيان تجعلها تغيير جزري لكل السلبيات اللي احنا بنتكلم عنها الروشيتة دي هنكتب فيها يا كبت الحشيش هي قبل الروشيتة لازم الناس كلها تبقى وقعية وتفكر بموضوعية شوية عن الفترة اللي احنا فيها الفترة اللي احنا فيها فيها مشاكل كتير مش مشكلة واحدة ممكن تتحل يعني لو عندك صداع هتاخد اي حاجة صداع إنما يكون عندك صداع وعندك جنبك تعبك وعندك رجلك مش قادر تتحرك يعني فهي عايزة يعني حلول اولها هو التفكير بموضوعية اولا مش نهاية العالم النادي الاهلي ما يخدش الدوري السنادي ايه المشكلة اللي مخدش الدوري السنادي بس هو المشكلة ان انت ما تخدش الدوري السنادي تخدش مثلا الكاس اللي موجود تخدش السوبر اللي جاي ما هي دي بقا؟ البطولات موجودة دوري دي حصل بالفعل على البكرة انت فعل ازاي؟ احنا اوضع نشوط في الفقد ده فانت ما تتبتش في حاجة دلوقتي كل مباراة بتصعبها على نفسك يعني انت كل مباراة اخيرها مبارح صعبت على نفسك لسه احنا بنتكلم بنقول لو احنا كسبنا مبارح ومش عارفين ايه الظروف اللي اتنين المنافسين اللي هعابوا بكرة كان ممكن يحصل نتيجة ترجع لك الدوافع تاني فانت من قبل ما تستنى المباراة انت خلصت على نفسك امبارح والفجوة كبرت طبع الفترة اللي جاية صعبة عشان نقول بقى احنا لازم نكسب الماتشات اللي جاية كلها طب هتكسبها بايه؟ ايه الادوات اللي عندك تكسبها؟ كنا كسبنا اللي فاتت كنا كسبنا اللي فاتت بل بالعكس ما انت كل مادة بقى بتنقص صحيح يعني كل مادة الاوتوبيز بنزل منه ناس بنزل منه ناس هتلعب بالسواء بعد كده بس يعني انت هتيجي على الاخر تلعب بالسواء فانت الكلام اللي احنا قلناه من بدري ابتدي من دلوقتي الناس عارفة ومأهلة نفسها ان العملية بقت صعبة وبصة للخطوة مش اللي جاية الخطوة اللي بعد اللي جاية فانت من دلوقتي تشتغل لها بالنشيئين ابتدي انت كده لقدر الله ما انت بتخسر وبتتعادل والنشيئين هيعملوا فيك اكتر من كده يا هيتباحوك لازم تلعب الناس بقى يعني لازم الناس الموجودة بالعكس والله عايز اقولك بيلعبوا كويس جدا لما بياخدوا فرص مرة واثنين بيثبتوا نفسهم انا مشوفتش ناشر احد الوقت بجد في الاهلي مش كويس او توداية الحكوم عليه ان هو لا يصلح عايزة بس قلب جامد والقلب الجامد ده كان مفروض من فترة كان زمانك دلوقتي انت مستريحة لان انت بقولك الظروف هي اللي فرضت عليك اللي كان المفروض تعمليه من فترة فرضت عليك دلوقتي انك تلعبي بالناشئين العب بالناشئين ابتدي ادي شوف قيم بقى الفترة دي كمجلس ادارة وكلاجنة كورة وكمدرب مدير فني موجود مين اللي هستمر معاك الموسم اللي جاي ومين اللي مش هستمر مين اللي ممكن تتعاقد معاه خلال الفترة الجاية ايه النواقس اللي موجودة انا شايف فيه لعيبة موجودة كمان اولا السن كبر عهد الاحتراف اللي احنا فيه وعند لاش حد اكتر من خمسة وثلاثين مفيش اربعة وثلاثين كبير الشناوي يمكن اربعة وثلاثين نتكلم بصراحة انت عندك وليد سليمان كبير لا اكيد عندك علي معلول دلوقتي برضو كبير يعني علي معلول اللي اعتمدت علي بقى لك كم ست سنين مش هو علي معلول دلوقتي اللي يكمل معاك بنفس القوة ونفس سواء علي عنده اصابات يعني عنده تحب تحب ارهاق خير عالي كلم على انت عايزة اقولك حاجة او انت عايزة تفكري في الدور الاولاني بس المسلم اللي جاي ولا تفكري النادي الاهلي المؤاسم اللي جاي اكيد واخد بالك ازاي من البديل القوي بتاع علي معلول بيبقى موجود انت البديل اللي موجود محمود وحيد انت ما كانش يلعب خالص ولما اضطردت لعب وليعب شوية وتصاب وبتاع انت بتفكر لازم التفكير يا جماعة دلوقتي يبقى بروفيشنال اكتر لازم فيه لعيبة تستحمل ضغطات النادي الاهلي ولعيبة سنها مناسب والقوة البدنية مناسبة بتاعتها عشان تستحمل البطولات عشان تستحمل ضغطة المباريات اللي هتستمر وانتو فاكرين يا جماعة ان لو ما حصلتش في مصر حل استثنائي او دور استثنائي اللي جاي حنفضل نفس القصة نفس القصة مستمرة ضغط المباريات ما احنا لغاية النهاردة واحنا بنتكلم في ايه احنا دخلنا على واحد تمانية الموضوع ده افتر قابل للحل المفروض لازم قرارات قرارات اولا وايه اللي منع اتخاذها الفترة اللي فاتت ما احنا بقى انا شهور بندم في ملطة بالنسبة للاتحاد الكورة والضغوطات اللي موجودة يعني الحاجات دي راجع بقى اللي طبعا ارتباطات وعقود مع سبونسرز وماتشات لازم تلاقي من فعشة ان اجي مرة واحدة خلاص الغي الدوري كمان كان فيه القرار بتاع مين اللي اشترك فيه بطولات افريقيا لازم كنت تحسن و لازم تكمن عشان تقدر تحسن الاربع اللي هاشتركوا في افريقيا يعني مرتبطة بحاجات كتير انما لما تيجي بقى يا كريم تفكر للموسم اللي لسه ما بدأش من دلوقتي وبقى الناس دلوقتي كلها عارفة اننا السنة الجاية مثلا يعني بدل 18 فرقة ممكن نقلعب 14 فرقة بدل ما خليهم 14 لا خليهم مجموعتين عشان اقلل الوقت يعني حاجات كتيرة مثلا الدورة العربية ده كذا مخشش دورة عربية يعني فيه حاجات معينة لازم من دلوقتي انما مش بعد ما ارتبط بالكلام ده واعمل عقود وبالنسبة الاتحاد الكرة او الاندية تبقى رسمة نفسها واخدى حقوق من السبونسر على كلام ده تيجي تقول له لا البطولة دي مش يخشها يعني لازم تبقى الامور واضعة من دلوقتي هو ده اللي احنا بنتكلم عليه بالنسبة للنادي الاهلي لازم يفكر كويس قوي في الانتدابات اللي جاية لازم يفكر كويس جدا جدا في اللعيبة اللي هتبقى موجودة لتطلع اعارة ولا بيع نهائي لازم الاستعانة بالنشئين انا لازم استعان باللعيبة بتاعتي في الاعارة اصلا ان انا عندي لعيبة كويسة جدا ليه مرجعهمش مرة تانية على فترة مثلا لعبة صغيرة واخدت خبرات في الاعارة وشوفنا طبعا احمد ياسر رايان رائع بصراح وهو كويس من قبل ما يروح اعارة البخر احمد ياسر رايان بجد لاعب شاطر ليه انا ما كنت شفت واحد زي ده كان زمانه دلوقتي مكسر الدنيا لازلت بقول يا جماعة برضو بس احنا لسه فيها بدليل الاسم بتاعة النادي الاهلي المتربية في النادي الاهلي اللي هي حفظة وشربة المبادئ بتاعة النادي الاهلي اللي احنا قلناها من شوية والروح بتاع النادي الاهلي برضو يعني ولادي النادي بيبقوا شربينها اكثر من اللي بيجي من بره اللي بيجي من بره ده النهاردة موجود يا جماعة الفلوس كتير اقوي باخد النهاردة النادي مشاني حمشة اروح اخد في حدة تانية فلوس اكيد اكيد انما لعيبة النادي الأهلي اللي طلعين من النادي الأهلي بحسين بقيمة النادي الأهلي وعايز يستمر في النادي الأهلي وعايز يعمل تاريخ لنفسه للنادي كلام محترم كابتن حشيش ونتمنى خير إن شاء الله لأن إحنا ما نستهلش اللي إحنا فيه دولة ولا الجماهير تستاهل الوضع ده أكيد هنزعل لو الدوري ما خدناهش وكده غالبا إحنا مش هنحصر عليه الله أعلم ولكن إحنا لا نتمنى إن إحنا نخسر أكتر من بطولة كفاية اللي إحنا فعلا مرينا بينا تمنى الأمل بقى ده الكلام المهم أو اللي إحنا يعني ملخص اللي إحنا قلناه مش نهاية العالم إن انت ما تاخدش دور السنانية نوادي عالمية بأسماء كبيرة لازم بيقى في منافسات والناس تاخد برضو وانت كده كده برضو في بطولاتك بعيد عن قرب الناس ليك بمراحل بس الأهم إن انت تعمل وقفة أو نقطة من أول السطر للجاي لأن اللي جاي كمان مش بعيد أو اللي جاي قريب فنازم من دلوقتي ما تنطحش في الحيطة وتتصرف بعقلانية شوية وتحل عشان اللي جاي بص إحنا بس نقف على رجلينا تاني كده وبعد كده حيبقى شعرنا الخافي روح وهتيجي لإن إحنا كده معلش تاني شوية عثرات كده وهتعدي بإذن الله وهنرجع نقف على رجلينا تاني لإن إحنا ما تعودناش غير إن إحنا بنقف على رجلينا نبقى رقم واحد يا جماعة بالتاريخ وبالأرقام وكل حاجة فبعليش نتحمل يعني الفترة دي وبإذن الله نعود مرة تانية إن فيه سلسلة إصلاحات بإذن الله هتتم وبتتم من دلوقتي يعني ثقه في ده شكرا ليه كابتن حشيش نورتنا نروح فاصل ونرجع معاك كريم هنرجع إن شاء الله بقى للفاصل هارجع الواحدي مفرداً هنرجع بقى لفقرة طبية هنتكلم من خلالها على الموضوع أعتقد المهم كتير جداً قوي خالص من حضراتكم وخصوصاً برقسين أضحاب الكروش التفسير بعد العودة من الفاصل خليكم معاك